بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه وحزبه السلام عليكم ورحمة الله مع الكتاب المسموع للإمام عبد السلام يسين رحمه الله ومع كتاب الإحسان الجزء الأول ومع الفصل الرابع الذكر ومع الحزن ومحاسبة النفس بسم الله الرحمن الرحيم رب نجني من القوم الظالمين اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء حشو الأدمغة المفكرة في عصرنا لا المتفكرة ثقافة وحضارة وفن وبين قوسين أسس فنية محترمة وآداب إنسانية وفلسفة وبين قوسين علم نفس وهوس العالم وأخبار العالم كل ذلك يتساكن مع بصيص من الإيمان ومسحة من الإسلام وغيرة ذاتية أصيلة نكراه بمقتضاها حضارة الغرب الوثنية وانعشق منها جوارب القوة والقدرة على صنع الأشياء وتدبير العالم وتنظيم المجتمع والدولة لا تتنافر هذه العناصر الأمشاج في الأدمغة المشطوبة المكنوسة من ذكر الله فإن صرح أحدهم أو أشار أو كن أو استعار أو سكن أو مار فعن تلك المرجعية الخليط يصدر فما شأنك أيها الغافل من شأني ولا استرعاك ما استرعاني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني قال بي بين قوسين علم النفس والآداب بين قوسين الإنسانية الصادقة وصدق بها وأعطاها حرمة وعلق على فنيتها كل الأمال لو كان الأمر يتعلق بغرض من أغراض التصنيع والإنتاج لقلنا أو سكتنا لكن عالم الأظهر الداعية المسموع الكلمة يوصي بهذا الوباء الجاهلي دواء بين قوسين لتوجيه عواطف الناشئة والكبار لله جل جلاله يا حصرة على العباد وهذا مما يحزن القلب ويدم الفؤاد ويفتت الأكباد التفسير الثقافي السياسي للإسلام راية رفعت بعد الأستاذ البنى رحمه الله لست أدري بل لا أريد أن أدري متى بدأ تصطيح الإسلام في أذهان الدعاة قبل البنى وبعده لكن المؤكدة أن هذا الرجل العظيم من الأولياء الذاكرين فما بال بعضهم ممن ينتمي لمدراسته يستسلم للهجوم الشيطاني الجني الإنسي الناي عن ذكر الله الصارف عن التفكر في النفس والله والدنيا والآخرة إلى التفكير المسطح ما بالهم؟ ما بالهم يخنضقون في واجهة الغزو الثقافي والصبق الحضاري والمعركة السياسية ويتركون واجهة التربية مكشوفة بل هم ما عرفوا ما هي التربية وردد معي تأوهات السعيدين حوى أي سعيد حوى والبوطي أي سعيد البوطي المكتوبة المكمومة عمق التفكر هو الحزن على حال النفس والرجوع عليها باللائمة والقرع والقمع والتوبيخ الدائم من كان بين قوسين الكون الكبير عظيما في عينه من دون الله فأنا له أن تملك عليه عظمة الخالق العلي القدير ويبكي كيانه حتى يستصغر نفسه في جنب الله ويقمعها عن معاصي الله ويبكي حسرة على ما فرت في جنب الله ويجابهها بقرحها وصرحها في الشهوات الشخصية الثقافية المعجبة بالنفس التائهة فخرا ونفاسة بأصالتها وهويتها وتاريخها وجماعتها هوس ذاتي منفتح على هوس العالم إذ غاب عنها الانتماء لله عز وجل بالعبودية يكون هذا الانتماء جوهر حياتها وشخصه وما سوى هذا الانتماء ظلا زائلا وحالة عابرة وما الانتماء العبود لله جل شأنه إلا ذكره الدائم وإحضار النفس راكعة ساجدة تائبة آيبة آناء الليل وأطراف النهار الغافل عن الله من المنتمين للإسلام حاموا حول الورد وما وردوا وكانوا كمن جئ به إلى المرعى الخصيب فأشارد إلى السراب من يعزهم في مصابهم من يعزهم في مصابهم بل من يعز الأمة في مصابها بهم من يصف شراب الأمة الذي يقدمونه في كتبهم ومحاضراتهم ومهاتراتهم مشوبا مقلوبا من يشفي مريضنا في بيت الدعوة والأطباء كثروا فما وجدوا يدا تسعف من يصافي ومن يعافي الأطباء بارزون في العراء ضاحون في الخلاء والملاء مضحورون أو ضاحرون في الجدل والمراء ومصيبته وحزناه وإسلاماه وإيماناه وإحساناه وديناه ومحمداه حزن من أين لنا به ونحن لا نشعر حتى بأن هناك مكانا للحزن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزن رقة لحادث ألم فيكون حزنه على عزيز انتقل من الدنيا بالموت رقة بشرية هي رحمة مشتركة بين العباد مسلمهم وكافرهم هي مروءة وكان صلى الله عليه وسلم يلازم حزن آخر أعمق حزنه على النفس عظم حزنه وطال وتعمق على قدر عظمة شأن رب العزة ورب العرش العظيم عنده وعلى قدر طول تفكره وعمق ذكره لمثوا في ابنه إبراهيم صبيا بكى صلى الله عليه وسلم وقال إن العين تدمع والقلب يخشع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم محزونون كما روى الشيخان وأبو داود عن أنس رضي الله تعالى عنه وروا البخاري ومسلم عن أسامة أن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه عندما كان ابنها أو ابنتها تحتضر فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تتقعقع كأنها الشن أي تتحرك ويسمع له صوت كأنها قربة بالية وفي رواية قال ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ماذا؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده رقة ودمعة هذه عاطفة نبيلة يرعاها الإسلام وينهد نبي صلى الله عليه وسلم عن النوح والصراخ والعويل ولطم الخدود وشق الجيوب وسائر مظاهر الهلع والحزن عند الموس أفعال تتنافى مع الإيمان باليوم الآخر لا يجزع لفراق الموت إلا من كان لا يوقف بالبعث والحزن الرقيق غير الجزع أعلى من هذا الحزن النفسي البشري الحزن القلبي حزن الذاكرين الله الخاشعين لجلال الله حزن الواجلة قلوبهم من ذكر الله اللينة من ذكر الله شتان بين حز على الناس وحز خاشع لله كلاهما رحمة لكن رحمة بين الخلق والخلق لا نسبة لها مع رحمة بين الخلق والحق هذه الرحمة العليا رزق للأنبياء والأصفياء عين بكت من خشية الله لا تدخل النار تساوي في النجاء والعلاء عينا صهرت حارسة جنب الله رجل ذكر الله خاليا ففادت عينا يدخل في ظل الله يوم لا ظل إلا ظل الله ترفع دمعة الحزن لله صاحبها إلى مصاف المجاهدين المجدبين قال الله تعالى في صورة التوبة يستن الباكين الذين حال الفقر بينهم وبين المشاركة في الجهاد من طوائف المخلفين القاعدين عن الجهاد نفاقا وجبلا ورقة دين ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحميلهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حازانا لا يجدوا ما ينفقون وقال تعالى في آخر ذكره للأنبياء في صورة مريم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوع ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وقال جل جلاله يتحدث عن الباكين لسماع القرآن في صورة الإسراء يخرون للذقان سجدا يقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعلا ويخرون للذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وقال جل من قائل في صورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقال سبحانه وتعالى في صورة الزمر الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالي تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد رقة القلب ولينه من ذكر الله وسماع آيات الله هدى وعبادة وقسوة القلب وتحجر العين ضلال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان عميق التأثر بذكر الله كما يليق بالرحمة المهدات صلى الله عليه وآله وسلم عين الهداية صلى الله عليه وسلم رؤوا الإمام أحمد وأبو داد والنساء عن مطرف ابن عبد الله عن أبيه قال رأيس رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء والمرجل والقدر تغلي فيسمع تنفسها وفي رواية للتبراني عن الحسن بن علي رضي الله عنهما عن خاله هند بن هالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متواصل الأحزان هذه الشخصية الإيمانية القوية في ذات الله اللوامة للنفس في جنب الله ليست شخصية متجهيمة غضبية الشخصية الإيمانية الإحسانية حزينة لله على نفسها باكية تائبة راجعة على الدوام إلى التفكر لكنها بمقصد الاعتدال الوارد في قوله تعالى من صفات الذين يحبهم سبحانه وتعالى ويحبونه كما جاء في صورة المائدة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله تليل للناس وتبتسم وتبشر وتيسر وتخالق الناس بالخلق الحسن وتلقاهم بالبشاشة الدائمة بشخصية عادلة معتدلة يتألف من تعددها وتحزبها لله وتربيتها جسم مجاهد يجمع بين مقتضايات الدعوة والدولة وبين باعث القرآن ووازع السلطان من الخمول والدروشة والعكاس الفهم أن نحزن ونبكي ونتجهام ونلعن ونبدع الناس بلا حجة ونكفر وننادي بالويل والثبور وعظائم الأمور حيث ينبغي أن نبتسم ونبتهج ونرفق ونعطف ونتصرف بثقة في وعد الله وثبات على أمر الله مع إخواننا عباد الله كان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبسما روى التربيدي بإثناد حسن أن عبد الله من الحرط بن جزء رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وروا البخاري ومسلم في صحيحيهما أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى لهواته إنما كان يبتسم الضحك المستجمع من فعل الغافلين والقاقهة المستاترة من مس الشياطين كيف يضحك مستجمعا من قيل له في القرآن في صورة الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد التبسم لإخوتك والبشر والتبشير حق المسلمين عليك لكن محاسبة النفس في حقوق الله هي واجبة نحو الله قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن تزنوا والعاقل من جعل ديدنه محاسبة النفس صباح مساء يستغفر ربه لزلاته ويحمده على نعمائه ويستغفر ويبكي ويتوب ويتفكر ويذكر قال الإمام الرفاعي رحمة الله عليه في حالة أهل الحقيقة مع الله أي بني اعلم أن أهل المعرفة يبكون إذا ضحك أهل الغفلة ويحزنون إذا فرح أهل الغرة واعلم أن البكاء بكاء العين وبكاء القلب وبكاء السر فأما بكاء العين فهو لأهل المعرفة من المنيبين وأما بكاء القلب فهو لأهل المعرفة من المريدين وأما بكاء السر فهو لأهل المعرفة من المحبين واعلم أن لأهل المعرفة هموما مخبوئة تحت أسرارهم مستورة عن أفكارهم فكلما هاج من أسرارهم رياح خشية الهيبة ومن قلوبهم لها بنيران الأحزان أحرقت ما عليها من هشيم الغفلة والنسيان وقال الإمام الرفاعي رحمه الله في حالة أهل الحقيقة مع الله أفضل العبادات والطاعات مراقبة الحق على دوام الأوقات وقال القشيري رحمه الله الحزن حال يقبض القلب عن التفرق في أودية الغفلة وقال أبو عثمان المغربي أفضل ما يلزم به الإنسان نفسه في هذه الطريقة المحاسبة والمراقبة والسياسة عمله بالعلم وقال الجريري رحمه الله أمرنا هذا مبني على أصلين وهما أن تلزم نفسك المراقبة لله تعالى وأن يكون العلم على ظاهرك قائما الشخص الرباني يعطي كل ذي حق الحقة ظاهرا لظاهر وباطنا لباطن إسلامه أساس لإيمانه وإيمانه تشييد لإحسانه وغايةه الله وذكره الله وتفكره الله وحزنه لله قال تعالى في صورة الأمعاب قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لا إله إلا الله قال عارف بالله عابد لله ذاكر لله الليل داج والعصات نيام والعارفون لدى الجليل قيام يتلون آيات الهدى ودموعهم تجري ومنها قد تفيد سجام لا يصبرون سويعة عن ذكره شوقا وليس لمن يحب منام وقال المحاسب لنفسه النادم على ضياع عمره التائب إلى ربه إلى كم تمادى في غرور وغفلة وكم هكذا نوم متى يوم يقضط لقد ضاع عمر ساعة منه تشترى بملء السماء والأرض أي تضيعة أتنفق هذا في هوى هذه التي أبى الله أن تسوى جناح بعضة وترضى من العيش السعيد تعيشه مع الملأ الأعلى بعيش البهيمة أيا ضرة بين المزاب لألقيت وجوهرة بيعت بأبخس قيمتي أفان بباق تشتريه سفاهة وصخط برضوان ونار بجنت أنت صديق أم عدو لنفسه فإنك ترميها بكل مصيبة ولو فعل الأعداء بنفسك بعض ما فعلت لمستهم لها بعض رحمتي لقد بعتها حزني عليك رخيصة وكانت بهذا منك غير حقيقتي فويك استقل لا تفضحنها بمشهد من الخلق إن كنت ابن أم كريمتي وقلت الليل داج والدموع سجام والصحب منا سجد وقيام فإذا جلى وجه النهار تشمر ما منهم إلا فتنذرام عن ذكرهم لا يفترون وإنهم عن غير ما يقضي الجهاد صيام والسلام عليكم